قبل اي حاجة انا عايزك بس تسمع مني الكلمتين اللي انا هقولهم بس في البداية دول. اسمعهم وركز فيهم. منحة دراسية. بتغطي لك جميع تكاليف الدراسة. يعني انت بتدرس مجانا من غير ما تدفع اي رسوم. كمان بتوفر لك راتب شهري. بيبدأ من خمسومية دولار وبيصل الى تسعمية دولار. كمان بتغطي لك تأمين الصحي. خد اللي جاية دي بقى تقدر تدرس في المنحة دي. باللغة الانجليزية. وشهادة اللغة الانجليزية مش متطلب اكباري. المنحة دي بقى منحة ايه? منحة جامعة للدراسة في روسيا. منحة جامعة المتميزة جدا للدراسة في روسيا باللغة الانجليزية. منحة ممتازة. الراتب الشهري بتاعها مش هتلاقيه في اي منحة مقدمة في روسيا. منحة فيها العديد من التخصصات المختلفة. كل ده هنشوفه مع بعض خلال الشرح بتاعنا. عايزك بس لو انت بتتفرج على الفيديو ما تنساش انك انت تنزل تعمل لو انت لسه مشاركتش في القناة. انزل واشترك دلوقتي. لان كل حاجة هنذكرها في المنحة دي. فيعرف ان الشرح حصري. مش هتلاقي شرح المنحة على اي قناة على اليوتيوب بتشرحت. ولو لقيت شرح فيعرف ان اللي بتقدمها لقناة الدكتور المنح في الشرح مش هتلاقيه في اي مكان تاني. وانتو عارفين ان منح روسيا الحمد لله بس بتتابعني بتتقابل في المنح. يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله كمية الرسالة اللي لنا على صفحة الفيسبوك الخاصة بنا. من الناس اللي اتقابلت. من جميع الدول العربية والوطن العربي. الناس بتبعت لنا رسائل ان هي اتقابلت ومنحت الحكومة الروسية. الرسالة دي كلها انا هاعرضها لكم. لكن انا مستني النتائج تطلع في باقي الدول العربية. فالحمد لله يعني منح روسيا واي منها على مستوى العالم بتلاقي كناة دكتور المنح دايما متميزة في الشرح. وده مش كلامي. ده كلامكم انتم. شكرا لسيقاتكم. يلا بينا نروح على اللاكتوب بتاعنا. ازايكم يا شباب مرة تانية وزي ما قلنا هنتكلم عن منحة جامعة المجانية للدراسة في روسيا. وطبعا زي ما احنا ما متعودين قبل مبدأ شرح طريقية التهديم. لازم نعرف مع بعض التفاصيل والمميزات وكل حاجة تخص المنحة. عايزك بس كده ما تنساش معي ان انت تدخل الصفحة بتاعتنا دي. يعني اعمل لها لايك. تمام? وهنا على قناة اليوتيوب بتاعتنا بتلاقي العديد من المنح اللي تم شرحها. وكل منحة من دول الحمد لله بنكون من اوائل الناس. ان ما كناش اول الناس في الاوائل يعني اللي بتشرح المنح دي. يعني مسلا منحة حكومة كوريا الجنوبية مشروحة. جامعة ترانسلفانيا الحكومة الرومانية الحكومة الهندية. كل المنح بتلاقيها موجودة على القناة بتاعتنا الحمد لله. فلو انت لسه مشاركتش ادخل واشتري. طيب بالنسبة للمنحة بتاعت النهاردة. تفاصيل المنحة الدولة المستضيفة هي روسيا. الجهة المنحة واسم الجامعة المقرر الدراسة بها هي جامعة اسكولتك. بالنسبة للمراحل الدراسية اللي تقدر تقدم عليها تحصل فيها على درجة علمية هي الماجستير والدكتوراه. يمكن لجميع الطلاب من جميع حالي علام. بولة خاصة جميع الطلاب اللي بيتابعوني من الوطن العربي من اي دولة عربية انت تقدر تقدم على المنحة دي مفيش اي مشكلة اطلاقا. لغة الدراسة هي اللغة الانجليزية. وشهادة اللغة الانجليزية ليست من المتطلبات الاجبارية والكلام ده كله هنشوفه من على الموقع الرسمي هنشرحها عمليا. اخر معادل التقديم على المنحة بالنسبة للماجستير هيكون عشرة يوليو عشرين اتنين وعشرين. اما بالنسبة للدكتوراه في اخر معادل التقديم هيكون واحد وتلاتين يوليو عشرين اتنين وعشرين. هنا في بعض الملحوظات اللي هامة ولازم تركز معي فيها ولازم تسمعها ما تعدهاش كده وخلاص. لو انت عايز تقدم على اي منحة دراسية فانت بتقدر تتابع خطوات الشرحة التفصيلية اللي بتقدمها للقناة الدكتور المنح كالعادة واللي كلكم متعودين علىها وبتشوفوها. اما ازا كان عندك الرغبة الشخصية انك انت تستفيد من خدمتنا سواف التقديم على المنحة دراسية تدريب تطوع تجهز المستندات او ترجمة المستندات لهي لغة فكل اللي عليك من حضرتك بتملع خاص بينا واللي بتلاقي اللينك بتاعه موجود في سندول وصف اسفل كل الفيديو من فيديوهاتنا وفريق تقديمات كناة الدكتور المنح بيبدأ يتواصل معك. كمان ما تنساش الشارك في جروباتنا على فيسبوك والعساب والتيليجرام لمتابعة كل ما يخص المنح اول به. طيب هنا هو بيقول لك ان في خمس اسباب تخليك تدرس في جامعة انت تقدر تقراره من هنا موجودين قدامك باللغة العربية موجودين على موقع رسمي خاص بالمنحة باللغة الانجليزية طبعا بيقول لك انها جامعة متميزة لها ترتيبها جامعة بتوفر لك العديد من التخصات اللي مطلوبة في سوء العمل كل ده تقدر تقراره من هنا انا مش عايز اطول عليك الفيديو اكتر من اللازم. الكليات والتخصات المتاح التقديم عليها وهنا بتنقسم لجزئين. كليات او تخصات مقدمة لدراسة الماجستير وهنا مكتوبين باللغة الانجليزية زي ما موجودين على الموقع الرسمي الخاص بالمنحة بالضبط. هنا طبعا بتلاقي المجال الاساس وتحتين مجالات الفرعية. وهنا طبعا برامج او تخصات او كليات او مجالات زي ما تسميها يعني مقدمة لدراسة الدكتوراه وهنا طبعا موجودين هنا قدامك. تمام? طيب. مميزات المنحة والتوميل. وقبل ما اسقول لك المميزات. وقبل ما اقول لك ان المميزات دي مكتوب على موقع الرسمي الخاص بالمنحة باللغة الانجليزية. النهاردة اتصلت بالرقم الخاص بجامعة وهتلاقي ان الاتصال والوقت اللي انا كلمتهم فيه مارود قدامك دلوقتي على الشاشة. كنت بسألهم عن المميزات بتاعت المنحة تفاصيل المنحة الحقيقة. يعني هم قمة في الاحترام بيردوا على جميع الاسئلة بيدي لك كل التفاصيل اللي انت عايزها بيقول لك انت المفروض تعمل ايه? يعني لو انت سألته السؤال هو بيقول لك اجابة السؤال ده. وكمان تقدر تجيب اجابة السؤال ده من فين على الموقع الرسمي او هي الاجراءات اللي انت المفروض تعملها. فكل المميزات الموجودة هنا قدامك بغض النظر بقى ان ماريو بيطلع ولهلك. وان ماريو طبعا مش هيقول لك حاجة غلط. وانتم يعني شفته بنفسيكم. وغض النظر ان كل حاجة موجودة على الموقع الرسمي برضو الكلام ده مؤكد من الاتصال التليفوني اللي عملت معه. طيب. المنحة بضغطي لك جماعة تكليف الدراسة. بتوفى لك راتب شهري. لو انت بتدرس ماجستير فالرتب الشهري ده بيكون اربعين الف روبل شهريا. اربعين الف روبل شهريا بسهر الدولار النهاردة انتغلت على جوجل بالزبط خمسمائة سبعة وعشرين دولار امريكي. ده لو انت بتدرس ماجستير. اما ازا لو انت بتدرس دكتوراه فالرتب الشهري بيصل الى سبعين الف روبل. يعني لو انت بتحولها للدولار امريكي النهاردة بتكون تسعمية اتنين وعشرين. النهاردة اللي هو تاريخ الفيديو يعني تمنتاشر اتنين تمام? بتصل الى تسعمية اتنين وعشرين دولار امريكي. ده لو انت بتدرس دكتوراه. والحقيقة انت مش هتلاقي اي منحة مقدمة في روسيا بتديلك الراتب اللي بتديه لك منحة جامعة اسكولتك. كمان بتغطي لك التنمين الصحي ومفيش منح في روسيا بتغطي لك التنمين الصحي. طبعا انا هنا بشرح لك وبقول لك ليه مفيش منحة تانية في روسيا بتغطي لك كده? لان في الناس كتير بتسأل وتقول هو ليه الراتب اللي بيناخده في روسيا بيكون ضعيف? كل منحة لها المميزات بتاعتها كل منحة لها المعايير بتاعتها كل منحة بتحط شروط واهداف خاصة بها. فمنحة جامعة اسكولتك مقارنة بالمنح الاخرى مقدمة في روسيا لا هي منحة يعني فوق يعني ممتزة جدا وكل حاجة فيها جميلة ومتميزة. تمام? طيب. وانا طبعا باللغة الانجلزية زي مع الموقع الرسمي وهنا سايب لك برضو الرابط لو انت عايز تشوف كل حاجة ذكرتها لك برضو موجودة. كلام ده كله برضو هنشوف من موقع الرسمي باللغة الانجلزية. المستندات المطلوبة للتعديم على المنحة المستندات بتختلف من للدكتوراه. طيب. طبعا هتم لها خاص بالمنحة وزي ما هنشوف مع بعض وجميع البيانات هتكون باللغة الانجلزية. بعد كده هترفق له صورة من جاز السفر. هترفق له صورة من شهد التخرج وبين درجات الباكالوريوس لان انت بتقدم على ماجستير. طب لو انا في اخر سنة في الباكالوريوس مفيش مشكلة. تقدر تقدم ببيان درجات السنوات الدراسية السابقة بتاعتك في الباكالوريوس. وكمان اثبت قيد يدل ان انت في اخر سنة في دراسة الباكالوريوس بتاعك. وبالمناسبة انا لما كنت في اخر سنة في كلها بتاعتي. بالفعل قدمت على الماجستير بتاعي في منحة في روسيا. كنت في اخر سنة في الباكالوريوس. فقدمت ببين درجات السنوات الدراسية السابقة. واثبات يدل ان انا كنت في اخر سنة في الباكالوريوس. وهكذا حصل معي في الدكتوراه. لما كنت في اخر سنة في الماجستير قدمت بين درجات السنوات الدراسية السابقة بتاعتك في الماجستير. واثبات يدل ان انا كنت في اخر سنة في الماجستير. بحيث ان انت تكون في اخر سنة تخلص بتروح داخل على المرحلة اللي بعدها. تمام? طالب منك بعد كده استيرة ازاتية الخطاب التحفيزي عدد اتنين من خطابات التوصية وهنا خطابات التوصية طبعا حضرتك يا اما بتقدر تحصل عليهم من احد المشرفين الاستاذ الجامعيين ايا كان بتقدر تحصل عليك كمستند وترفقه في ابل كيش المنحة او لو حابب ان انت تكتب البيانات الخاصة بالشخص ده وهم يبعتوله ايميل يتواصلوا معاه وهو يرد عليهم دي حاجة ترجع لك ايه المفضل بالنسبة لك يا موري او ايه اللي تنصح به كنصيحة كرأي شخصي ليس الا يفضل ان انت تاخد خطاب التوصية ده من الشخص اللي بيكتبو لك وترفقه بنفسك لاني ما تعرفش مشغوليات الشخص ده ايه لو انت كتبت البريد بتاعه ممكن ينسى ممكن ينشغل كل واحد عنده ظروف الحياة الخاصة به تمام شهادة اجادة اللغة الانجليزية ان وجد ودي حاجة كان لازم اذكرها لان هي مكتوبة لك كده ان وجد بتقدر ترفقها لو مش معك ما فيش اي مشكلة ولو كانت لغة الدراسة سابقة بتاعتك باللغة الانجليزية فليه ما تجيبشي اثبات من الجامعة بتاعتك الكوكولية اللي انت كنت بتدرس فيها ان البرنامج بتاعك كان باللغة الانجليزية ما كله بيدعم بتاعك تمام هنا طبعا لو انت عندك اي مساندات تدل على انجازات انت عملتها تدريبات تطوع كورسات اي حاجة انت عملتها تقدر ترفقها باللغة الانجليزية اهم حاجة اما المساندات المطلوبة للدكتوراه فنفس المساندات المطلوبة للماجستير مع اختلاف انك انت بتقدم له صورة من شهادة التخرج بين درجات الماجستير بتاعك اما ازا كنت في اخر سنة في الماجستير فانت بتقدم له بين درجات سنوات الدراسة السابقة في الماجستير بتاعك واثبات يدل ان انت في اخر سنة في الماجستير وباقي بقى المساندات هي هي مفيش اي اختلاف عليها تمام طيب هنا في بعض المنحة الاخرى تم شرحها على قناتنا اللي بتقدر تطلع عليها كلهم موجودين هنا. طيب هنيجي مع بعض دلوقتي ندخل على الموقع الرسمي الخاص بالمنحة. بنضغط هنا بتفتح معك الصفحة دي. دي جامعة الويب سايت الخاص بها. انا بيقول لك دي بالنسبة للابليكيشن بالنسبة لماستر ديجري بالنسبة للماجستير والبيتش دي ديجري اللي هي الدكتوراه. تمام? وهنا دي الخمس اسباب اللي تخليك تدرس في جامعة هنا اخر معدل التديم للماجستير عشرة يوليو عشرين اتنين وعشرين اما بالنسبة للدكتوراه فواحدة تلاتين يوليو عشرين اتنين وعشرين. تمام? طيب. هنا دي المميزات ولكن دي خاصة بالماجستير بس انا هفتح لك هنا حاجة مهمة اللي هي تمام اللي هي الاسئلة الشائعة. من هنا بتقدر تشوف كل حاجة تخص المنحة عن الجامعة هنا طبع خلي بالك ان حضرتك بتمر بطلق مراحل. اول مرحلة وهي ان حضرتك بتملأ الخاص بالمنحة. تاني مرحلة. في حالة قبولك في المرحلة الاولى ان شاء الله انت بتدخل على امتحان اونلاين. بعد كده مرحلة التالتة اللي بيبدأوا من خلالها ان هم يختاروا الطلاب اللي تموا قبولهم بشكل نائي. تمام? طيب بعد كده هنا عايزين نيجي مع بعض بالنسبة للجوز الخاص بال المساعدات المالية. خلي بالك هنا بيقول لك ايه? بيقول لك عن فهم هنا بيغطوا لك جميع تكاليف الدراسة. تمام? بالنسبة هنا للراتب الشهري فهو هنا بيقول لك ستاندرد اس فورتي ساوزاند روبلز فور ماسترس اربعين الف روبل لطلاب الماجستير تصل الى سبعين الف روبل وانت هنا لو عندك اي سبسرة اي سؤال عايز تسألهم عنه فما فيش مشكلة انت تتواصل معهم عن طريق بريد الالكتروني او عن طريق رقم التليفون الموجود هنا في هنا قادي رقم التليفون تقدر تتواصل معهم هنا قادي رقم التليفون تقدر تتواصل معهم ما فيش اي مشكلة اطلاقة تمام? طيب هنا بالنسبة بتضغط عليها هنا تفتح معك الصفحة الخاصة بالماجستير اللي هو تاريخ الانتهاء. بعد كده هنا بيقول لك بالنسبة للبرامج المتاحة بتقدر تتطلع عليها من هنا موجودة قدامك وذكرناها كمان هنا لو جيت معايا بالنسبة الخطوات اللي هم بيمشوا عليها زي ما قلت لك. اول حاجة طبعا بتعمل الخاص بيك عن طريق اللي هنا بالموتيفش اللي طهر عدد اتنين خطابات توصية بيقول لك لو انت معكش حادث ايجاد لغة انجليزية بتقدر ترفع لو معك تمام? طيب بعد كده هنا طبعا وهنا بيدي لك عن الامتحانات سابقة وهنا داي الخاص بهم اللي هم بيبدأوا يختاروا طولهم. بعد كده هنا في الجزء الخاص بالمستندات اللي بتكون مطلوبة منك اهي موجودة هنا قدامك كلها. تمام? طيب اما بالنسبة للدكتوراه انا برضو بوري لكل حاجة عشان خاطر كل حاجة تكون انت متطلع عليها وشايفها بنفسك. ادي هنا هيقفل امتى? بعد كده هنا انت بتيجي معايا بيقول لك البرامج بتقدر تدخل على اي برنامج موجود هنا قدامك. يعني انا مسلا متم بالمتاريال ساينسز على سبيل المسال نقدر نفتحها مع بعض ونشوف كل حاجة تخص من هنا. خلي بالك هنا بيقول لك يعني هنا بيقول لك لو انت دراسك السابقة ما كانتش باللغة فانت بترفق له شهادة ايجاد اللغة انجليزية. خلي بالك هنا من حاجة اول حاجة انك انت لو دراسك السابقة كانت باللغة انجليزية في الدكتوراه yetina بتقدر تقدم له اثبات بتقدر درس السابقة بتاعتك كانت باللغة الانجليزية. اما اذا ما قد يحري دراسة سابقة بتاعتك باللغة الانجليزية فانت ويكون مسلا مطلوب منك شهادة لغة انجليزية. طب لو مش معاك وانت عايز تقدم وانت هتمتحن امتحن اللغة ده فيما بعد. هتقدر تقدم. ما فيش اي مشكلة اطلاقا ولكن لازم ترفق لشهادة لغة فيما بعد ده بالنسبة للدكتوراه وكمان مش بيقيدك وانت بتقدم يعني الكلام اللي انا بقولهو لك ده كلام هما اللي قايلينه بنفسهم مش انا اللي بقولهو لك. تمام? طيب دلوقتي احنا عايزين نقدم هنعمل ايه? هنيجي هنا مع بعض. عايز تقدم على ماجستير فانت قدامك اختياري الماجستير. عايز تقدم على دكتوراه فانت قدامك الدكتوراه. الطريقتين زي بعض ولكن اختلافات بسيطة في المستندات اللي انت بترفقها. هنيجي نفتح مع بعض وليكن عايزين نقدم على ماجستير بنيجي مع بعض هنا في الجزء الخاص وبنضغط هنا على تمام? ضغطنا على بتفتح معك الصفحة دي. طبعا انا هنا كنت فاتح وبسجله ولكن انا هنا هاجي اعمل لك ساين اوت واشرح لك من الاول. هنا طبعا انت بتيجي بتكتب اسمك بتكتب رقم تليفونك البريد الالكتوري الخاص بيك بتختار انت بتقدم على بعد كده بتختار الجنسية بتاعتك طبعا انت لما بتختار واحدة من دولة بيفتح لك البرامج المتاحة بتبدأ تختار البرنامج اللي انت عايز تدريسه. بعد كده بتعمل تشك المربع ده وبتضغط على كونتا دي. بمجرد ما عملتك كده طبعا بيبعت لك الرسالة على البريد الالكتوريون الخاص بيك فيها كلمة السر الخاصة بيك انت. تمام? بتيجي بعد كده بتضغط على ساين ان بتكتب بريد الالكتوريون الخاص بيك وكلمة السر اللي هما ادوها لك وتضغط على ساين ان. بيبدأ يفتح معك الابليكيشن زي ما انت شايف هنا معي. طبعا هنا العلامات الصح لبلون الاخضر دي. طبعا دي تدل ان انا مهلية الابليكيشن ان انا اقدر اقدم. طبعا انت هتشوف هنا في حاجة اسمها باي بروسيسنج فيه اللي هو في رسوم ابليكيشن هتافل الفيديو لكن قبل ما هتافل الفيديو. الرسوم دي حاجة بسيطة جدا حاجة لا تذكر تمام? وطبعا عشان منحة متميزة وكل الناس بتقدم عليها فهم عايزين يحصروا الناس اللي بتقدم بجد. دي عبارة عن خمسمائة روبل. خمسمائة روبل دي مش مكملة ميت جنيه مصري او انت لو اسمتها بالدولار هتلاقيها حاجات بسيطة جدا جدا. فانت بالنسبة الابليكيشن فيدي ما تشلش هامة خلص. كأنك انت يعني اشتريت كله لحمة مسلا يعني زي ما بنقول في مصر. تمام? طيب هنيجي مع بعض هنا في الجزء خاص بالبرو فايل. انت هنا بتكتب اسمك اسم العائلة رقم التليفون البريد الالكتروني. انت مختار انت بتقدم على لو انت عايز تغير بتضغط على وبتختار لو كنت هتقدم على دي. انا هنا مختار مصر اختار مصر. نفس الخطوات بتمشيها هي هي. بتختار ايه البرنامج اللي انت عايز تكون فيه مسلا بالنسبة لي. كل حاجة انت بتبدأ تختارها. انا عايز اختار ايه جوة مسلا عايز اختار على سبيل المسال. بعد كده هنا بيقول للدولة بتاعتك هنا ارفق له صورة شخصية. طبعا بتكون بخلفية بيضاء. بتختار جندر اذا كان ذاكرم انسة تاريخ الميلاد بتاعك طبعا ده مش تاريخ ميلاد طبعا ولكن يعني بتكتب تاريخ ميلاد بعد كده هنا الدولة انت بتعيش فيها بعد كده هنا انت بتبدأ تكتبه المدينة انت بتعيش فيها بعد كده هنا انت زي عرفت عن المنحة كل دي طبعا بيكون يدي لك خيارات انت بتبدأ تختار. انا عرفت عن المنحة عن طريق صديق ع thanked السوشيال ميديا مسلا وهكذا. بعد ما بتخلص بتضغط على تمام? بتلاقي طبعا علمها لك باللون الاخضر زي ما انت هتشوف معي في علامة الصحف معنى كده ان انت ايه? معنى كده ان انت مليهت كل البيانات المطلوبة منك اكبرية. طبعا انت لو عايز توصلها للاخر فانت بتملق الحاجات حتى اللي هي مش مطلوبة اكبرية. لو انت عايز اللون الاخضر ده يوصل للاخر. تمام? طبعا هنا اديك بروفايل مسلا بتاعي وصل هنا الاخر لانا مليهت كل البيانات. طيب الجزء الخاص طالب منك تدخله اسم الجامعة سابقة اللي كنت بتدرس فيها. طبعا لو انت بتقدم على فانت هنا طبعا بتختار الدراسة السابقة بتاعتك الاخيرة بتاعتك اللي انت حصلت عليها او متوقع ان انت تحصل عليها هالبك اما لو بتقدم على دكتوراه فانت بتختار الدراسة السابقة بتاعتك اللي انت حصلت عليها. طبعا في ناس بكون حصلت على ماجستير وعايز اتقدم ماجستير مرة تانية مفيش اي مشكلة. ناس بيكون حصل تعالي الدكتورةيع ازا تقدم عاد الدكتورة امرأة تانية مفيش اي مشكلة. طبعا انا انا بقدم على مجلسير فياختار ان انا يعني اخطت تعليم السابق بتاعي اخر تعليمي اللي هو بعد كده انا بيقول لك ايه? بيقول لك التاريخ اللي انت حصلت فيه على او متوقع انت تحصل فيه على او بتفاهم ان انت اصلا ممكن تكون طالب و اخر السنة وبتقد بعد كده بسانك هاي عشان تخرج بترفقه له في الجزء الخاص بالديبلوما. هو هنا بيقول لك فهو متفاهم ان انت ممكن ما تكونش تخرك فانت هنا لو انت تخرجت بترفقه شاعة تتخرج بين الدرجات. لو ما تخرجتش فانت فقط بترفقه بيانة الدرجات. هتسألني وتقول لي تب اثباتك كده انا ممكن ارفقه فان. لو انت عايز ترفق اثباتك كده فانت بتدمجه مع الملف الخاص بالترانسكريبت وبترفقه مع بعض هنا. الكلام ده حصل معي انا شخصيا. تمام? بعد ما اتخلصه بترفق له كل حاجة بتضغط على طيب? بعد كده بتيجي هنا في الجزء الخاص ب فجزق خاص بالبيرسونالれない طالب منك ترفق لي سيرة زاتية اكباريا. هنا طالب منك ترفق له. بعد كده الخطاب التحفيزي طالب هنا منك بيقول لك مستقفى اللغة الانجليزية تعالة نمسح اللي انا هنا عمله. هنا بيقول لك ان هو مندي لك بعض الخيارات بتبدأ تختار مستقفى اللغة الانجليزية ايه? بعد كده بيقول لك بالنسبة لخطابات التوصية. تعالة مسلا انا هذف لك اي خطاب من دول عشان خطر وقي لك الكلام اللي انا شرحته لك. احنا عايزين نرفق خطاب طوصية. فانت بتضع قدامك اما انك انت تكتب بيانات الشخص اللي انت عايزه يكتب لك خطاب طوصية والجامعة بتبدأ تتواصل معه هو يكتب لك خطاب طوصية بتضغط على بتبدأ تكتب بيانات الشخص ده. المسمى الوظيفة بتاع اسمه اسم العائلة والبريد الالكتروني او بتيجي في الجزء الخاص بالابلود وبتبدأ تعمله ابلود ريكمنديشن وبترفق لك خطاب الطوصية اللي انت حصلت عليه من المشرف دهك او ايا كان الشخص اللي كتب له خطاب طبعا في فيديوهات على قناتنا عن السيرة الزيتية الخطاب التحفيزي خطابات التوصية بتقدر تطلع عليها اهم حاجة ما يكونش شخص من قريبك وبتعمله ابلود وكل حاجة تمام انا هنا هعمل مساء ابلود ريكمنديشن اخترت الريكمنديشن اللي انا عايزه بدأ يحمل معي خلاص هو كده ارفق بعد كده هنا قادي الريكمنديشن الاول الريكمنديشن التاني بيقول لكم لو معك جي اور اي توفل أيلس او اني لو معك بتقدر تكتب له الدرجات بتاعتهم والتفصيل بتاعتهم هنا لو مش معك بتصيبها فاضي بعد كده هنا بيقول لك انت عايز تعمل البحث بتاعك في ايه بيقول لك اللي انت توصلت مع سوبروايزر انت ممكن هنا تكتب له مين اسم السوبروايزر انت توصلت معه خلي بالك الحاجات دي مش متطلب مكبرا ان هو مش عامل человек عليها نجمة حمرة تمام لو عامل لك عليها نجمة حمرة فهي مطلب اكباري. نتيجة تقول لي هنا عمل لك على نجمة حمرة. تمام بتاع نضغط على الخيارات الموجودة قدامي. طبعا احنا مش من الوقت المتحدة الامريكية ولا او من بريطانيا او اي دولة من الدول بتكلم لغة انجلزية فالخيار الاول ده مش تابعنا. معاك شهادة طفل معاك شهادة بتقدر ترفقهم. بتختار واحدة منه وبتبدأ تدخل بينات. مش معاك فانت قدامك الخيارين دول. يا اما تقول له ان حضرتك الدراسة السابقة بتاعتك كانت باللغة الانجلزية تبدأ تختار الاختيار ده. يا اما بتقول له فهو هنا بيقول لك يعني انت هنا بيقول لك ايو انت مش معاك شهادة لغة انجلزية ما فيش اي مشكلة. تمام? تمام. اللي بيحصل بتقدر تقدمه تعد المرحلة الاولى وتعد المرحلة التانية. ولكن لازم ترفق له شهادة اللغة بتاعتك في الوقت اللي هما بيبدأوا يختاروا فيه الطلاب بعد المرحلة الاولى والتانية. يعني انت ما عندكش اي مشكلة اطلاقا ان انت تقدم على المنى. وخصوصا لو كانت الدراسة السابقة بتاعتك باللغة الانجلزية. واتوقع ان جميعنا الدراسة السابقة بتاعته في بتكون خلاص باللغة الانجلزية فانت بتختار قالوا انت عايز تقول له ان انت هتمتعن شهادة اللغة ما فيش اي مشكلة ومعاك شهادة اللغة بتقدر ترفقها. بعد كده الاجزادي كلها احنا مناش دعوا بيها لشهادة الطفل او الايرس لان احنا مش هنرفق له منهم حاجة. هنا بترفق له مسلا دليل انك انت دلت السابقة بتاعتك كان باللغة الانجلزية. تمام? بعد كده هنا بتيجي معايا لو انت حصلت على اي مساندات اخرى بتبدأ ترفقه له هنا. يعني شهادات لأعمال تطوعية. انت عملتها تدريبات انجازة. خلي بالك هنا انا هضغط على سيف. بعد ما ضغط على سيف هنا بيقول لي بتاعتك تمام. يعني على الرغم ان انا اخترت له اني التعليم الصابق بتاع باللغة الانجلزية. وما ارفقت له ايش هنا شهادة ان التعليم الصابق بتاع باللغة الانجلزية الا ان الملف بتاعي يكون مكتمل. ولكن انا بدي لك النصائح اللي انت بتقول بتاعك تمام? هنا كل حاجة مكتملة ما فيش اي مشكلة بتقدر تضغط على طبعا انت هنا ازاي تخلي الشريط ده كله باللون الاخضر? تقدر تخليه باللون الاخضر ان انت بترفق له كل حاجة وطالبها منك. يعني مسلا انا اخترت ان انا شريط اللي اخضر ده بدأ يتقدم معك. واحد كزا تمام? خلصنا ابلي الكاشم بتاعنا بنعمل هي بنضغط على فيه. بعد كده بيدخلنا على الجزء الخاص بالدفع. هنا بيقول لك ان انت بتدفع خمسون ميت روبين لو انت حسابتها بالمصري هتلاقيها مية جنيتة قريبا او مية وحاجة. لو انت حسابتها بالدولار هتلاقيها مبلغ بسيط جدا. بتقدر هنا تدفعها عن طريق الحساب الخاص بيك. عن طريق ايا كان وسيلة الدفع لحضرتك عيز تدفع بيها. بعد كده بتضغط على وبكده هم يكون خلصت شرح طريقة التقديم عن منحة من قدمة من جامعة نفس طريقة التقديم للمجيستير هي هي نفسها للدكتوراه. اتمنى بشرح قناة وضح وبسيط اتمنى عن كل استفاد لو لسا عن تكيس ولا هي استفسارة ما زكرتوش في الفيديو بتاعنا. افضل انزل سيف وكومنتاتو انا حاول ارد عليكم جميع بقدر الامكان وارد فانية الفيديو ما تانسهاش. تدعمنا بلايك ودعم سابسكرا واشتراك في قناة واتفاق القرص دعما منك لجميع وشكرا.